أقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماع لمتابعة إجراءات وجهود توفير احتياجات المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها وخاصة المواسير وأكد رئيس مجلس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة الجهود الخاصة بزيارة حجم الإنتاج من المواسير التي يتم استخدامها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية مياه صرف أو غاز طبيعي وذلك بما يلبي الطلب المتزايد على تلك المواسير مؤكدا أن الدولة تعمل حاليا على توفير المواد الخام الداخلة في تصنيعها وزيادة قدرات التصنيع المحلية كما أشار مدبولي إلى أنه سوف يتم عقد اجتماع موسع كذلك مع المصانع التابعة للقطاع الخاص المنتجة لمواسير البولي إثليين لمتابعة خطة إنتاج هذه المصانع